وقعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الوقف ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية اتفاقية تعاون لتدريب القضاء وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أكد أهمية تدريب التخصصي المستمر في تطوير العمل القضائي مشيدا بالتعاون القائم بين الوزارة ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في مجال توفير التدريب اللازم للساجة القضاء في المجالات المالية والمصرفية والتقنية ويأتي توقيع الاتفاقي انطلاقا من خطط مملكة البحرين لترسيخ المقاومات الجاذبة للاستثمار ومنها تعزيز تخصص المحاكم التجارية حيث يعمل معهد الدراسات القضائية والقانونية على تقديم تدريب متخصص يعتمد على أفضل الممارسات المحلية والإقليمية ترجمة نانسي قنقر